هياكم الله مرحبا أهلا وسائلا صار لمدة ما عملت فيديوهات طبعا لأنني في جازة وربما لأن الأحداث لم تقتضي ولم تستدعي ذلك ولكن بعد اللغط الكبير الذي أثير وليزان يصار حول اتخابات الاتحاد الجزائر الكرة القدم حول المرشحين وللتأجيلها حول المرشحين لها حول المعطيات البذكورة أردت من خلال هذا الفيديو أن أجدد بعض المعطيات وأجدد الحديث عن بعض المعطيات وعند التسريبات وعن المعلومات التي لا يمكن أن نجزم بها في هذا العالم الناس التي تعرف الإعلام وتعرف رياضة والكرة عموما تعرف بأن هناك خبر وهناك توقعات وهناك تحليلات وهناك ربط لبعض المعلومات والتسريبات وهناك أشياء أيضا لا تقال على الأقل في الضرف الراهن أركز كثيرا عن الأشياء التي لا تقال لأنه قد لا يحكو لي الصحفي أن يقولها هو بعينه لأنه أنا وزملائي الكثير من الزملاء هنا عندهم الكثير من المعطيات وعندهم الكثير من الأخبار ولكن لا يستمرونها لأنها تتعلق بجهة معينة أو شخصية معينة لذلك يفضلون أن يستعملونها حتى لا يخطئون في تقديرهم وفي المعلومات التي بحوزتهم أنا ما ذكرته الأسبوع الماضي والأسبوع هذا في مقالين في موقع الجزائر العام كانت فيه الكثير من المعلومات وكانت فيه الكثير من التحليلات والكثير أيضا من التوقعات التي أريد أن أجددها مرة أخرى لأنه كنت تتحدثت قبل أسبوع لأنه لم تتضح القائمة النهائية الرسمية للمؤشحين وكنت تتحدثت عن بعض الأسماء التي ذكرت في وسائل الألام وذكرت في وسائل التلاصل الاجتماعي أو بعض الأسماء التي أعلنت هي بنفسها بأنها ستترشح الاتحاب له رئاسة الاتحاد الجزائر الإلكوراتية قبل أن نفاجأ كلنا هي يوم قبل انتهاء موهلة تقديم الملفات والترشيحات بأن الأمين العام للاتحاد الجزائري ولجنة ترشيحات على مستوى الفاف قررت أجيل أو تمديد موعد تقديم الملفات لمدة أسبوعين إضافيين اللجنة لم تشرح لماذا؟ لذلك أنا قرأت في السيناريو بأنه كانت فيه لو تتذكروا كان فيه إعلان يوم قبل انتهاء الموعد لا يقولوا فيه بأنه على المنشحين أن يتواصلوا مع اللجنة من أجل تحديد موعد في اليوم الأخير لتقديم الملفات حتى لا يكون فيه مش إزدحام لا يكون لكل مرشح موعد ساعة 10 ساعة 12 ساعة 2 ساعة 4 بعد الضعر حتى لا يلتقي المرشحين كان هو تنظيم معمول بها على كل حالة لكن إلى غاية ليلة قبل انتهاء ترشيحات تحليلية لم يتقدم أي واحد بملف ترشحه لذلك اللجنة قررت تأجيل أو تمديد المهلة هذا نظريا نسدت من التحليل لماذا التمديد لماذا لم ننتظر حتى تنتهي المهلة هذا أمر أنا لا يمكنني أن أجيب عليه وبعدين أعطيت معطيات ومعلومات بحوزتي تقول بأنه كان فيه تواصل مع رئيس الاتحاد الجزائري السابق سيد محمد راوراوة من أجل العودة لمساعدتها كذا قيل له العودة لمساعدة الاتحاد الجزائري على النهوض مجددا وتجاوز كل الهموم والمشاكل التي يتخبط فيها أنا تحدث عن تسيير الاتحادية لا تحدث عن جانب فني لأن الاتحادية ليست دوري للمنتخبات وفقت لا هناك تسيير مالي وإداري وتنظيمي لشؤون الكرة وشؤون الاتحاد الجزائري في الداخل والخارج كان فيه تواصل مع الرجل طلب منه أن يقدم هذا المساعدة رفض بشكل مباشر في الأول أقول عاوضة جدد رفض بشكل رفض يعني قالوا أنا لا وفضل أنه وساعدكم عن بعد لو يأتي رئيس الاتحاد سيطلب من المساعدة أن نساعد ونفضل عن بعد ولكن كانت فيه كلام آخر أنه لا ما عليش حد جريت لو تساعدنا لمدة سنة ونصر لأنه بقية من عمر العهداء الأولمبية سنة ونصر ساعدنا لعادة ترتيب البيت بمشاكله المالية حوالي 500 مليار سمتي من ديون وتضخم كبير وإفلس كبير جدا ومشاكل مادية كبيرة جدا فقالوا تساعدنا بعدين أعطان نفسه شوية وقت واستشعر واستأل أصدقاؤه قربين من وسط الكراوي كثير من الناس قلوا له لا وكثير من الناس قلوا له تقدم أنا شخصياً أتحبوا تعرفوا رأيي أنا صديقي من 30 سنة أتمنى أن لا يعود الصديق روراوة لشؤون الاتحادية لأنه تعبفوا عنه كثير ورح تكون المأموريد وصعب من جهة أخرى أتمنى كمتابع ملاحظ للكورا أن يعود على رأسها واحد من حجم سيد محمد روراوة ورئيس الاتحاد فعنا بين هذا وذاك يعني بين روراوة الصديق وروراوة الرئيس الرئيس نتمنى أنه يرجع هو واحد مثله أما الصديق نتمنى أنه لا يرجع لأنه هو جعرس معطيات الموجودة لحد الآن تقول بأنه هناك إقناع واقتباع هناك إقناع للحجر وروراوة بضرورة أنه يساعد الكورا وهناك اقتناع من طرفه بأنه مدام أنه طلبه منه لا يمكنه أن يرفض تقديم أو قيام بوجه معاليده نعود نكرر بأن المأمورية صعبة كثيرة عليه وعلى غيره نتكلم على المستوى العالي هي سهلة أي واحد ممكن يكون رئيس الاتحاد ولكن كان رئيس الاتحاد من رئيس الاتحاد المأمورية صعبة وصعبة كثير فقط نتمنى أنه وننتمنى أن يكون فريق قوي ودعم من طرف السلطات لتجاوز كل الصعوبات الموجودة ولا رح تكون خلال المستقبل لذلك نعود أن نقول يجب أن ننتظر لأنه الوقت ما زال 15 يوم أخرى وكل ما ذكرناه هو معطيات ومعلومات وتكارنات وتوقعات وتسريبات فاليقين هو الموجود عند الناس في حد ذاته اللي يقول بأنه ترشع أم لا هو رواء هو وريد سادي هو مزيان إغيل هو مدور هذه الأسماء اللي ضعرت اللي يقولوا بأنهم ترشع أم لا يعني مش أي واحد في المكان وكل واحد عنده معضيات حبيت أن نوضح هذا الأمر لأنه أحيان توصل لي بعض الفيديوهات الناس تفهم أكثر من اللازم وتحلل الأشياء ما عندهش علاقة وتربط أشياء بأشياء ما عندهش علاقة عاون قلكم أنا أتمنى بأن لا يعود الصديق راورا ولي رئيس الانتحاد وأتمنى في نفس الوقت أن يكون على رسل الانتحاد واحد من حجم راورا في الصلاة كما حبيتو شكرا لكم وانتعكم بخير إن شاء الله سلام